بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكملين رحلتنا مع سلسلة أساسيات الأردوينو والنهاردة هنبدأ نتعلم مع بعض موضوع مهم جدا جدا وهو موضوع استخدام سنسور الأولتراسونيك واستخدام شاشة الأل سي دي طبعا سنسور الأولتراسونيك مهم جدا بالنسبة للريبوتات وبالنسبة للسيارات زيتية القيادة والعديد من تطبيقات الزكاء الاصطناعي وده طبعا لأنه بيستخدم الموجات فوق الصوتية وهي موجات الإنسان ما بيقدرش يسمعها زيها بالضبط زي الموجات اللي بيستخدمها لخفاش طبعا احنا عارفين كلنا ان الخفاش ما بيشوفش فتب ازاي بيتر بالليل وما بيستضمش بأي حاجز من الحواجز بيستخدم موجات الأولتراسونيك بيصدر موجة فوق سماعية احنا يعني بمسمعاش كلمة فوق وصماعية معناها ان الإنسان خير قادر على سماعها وطبعا الموجة بتمشي بسرعة معينة ولما بتصطدم بأي جسمة أو أي حاجز بتبدأ ترتدي ليه مرة تانية فعلى سبيل سرعة الارتداد بتاعت الموجة وقوة الارتداد بتاعتها بيبتدي الخفاش نفسه يحسب مدى المسافة بينه وبين الجسم ده وأبعاده بالضبط وبيقدر يتفاداه فطبعا العلماء استفادوا من الخاصية دي في الخفاش وبدأوا يصمموا الأولتراسونيك لهو بيساعد الغواصات إنها تمشي في المياه هتضحلة طبعا من غير ما تكون شايفة حاجة وبيساعد السيارات ذاتية القيادة وبيساعد الروبوتات وما إلى ذلك التجربة بتاعتنا النهاردة هتكون عبارة عن مصطرة إلكترونية بسيطة مصطرة إلكترونية يعني بدل ما احنا بنستخدم المصطرة العادية في قياس المسافة أو المتر العادي في قياس المسافة لا هنعمل تجربة عبارة عن مصطرة مكوناتها الأولتراسونيك سنسور اللي هو حساس دي من نوع 16 في 2 وهنعرف ده معناها إيه ريزيستور 270 أوم وده برضو مقاومة متغيرة خمسة كيلو والبريت بورد والأردوين أونو والجامبر وايرز هي دي المكونات بتاعتنا النهاردة ده شكل حساس الأولتراسونيك من النوع الموديل HC-SR04 والدي البتونشيومتر اللي هي المقاومة المتغيرة لها طرفين واحد بيكون للموجة بواحد من كل السالب واللي في النص ده هو الطرف المنزلق المتغير ودي شكل LCD الطبيعية بتاعتنا وهنا ده رسم بيوضح الأطراف بتاعتها طبعا إحنا مش بنستخدم كل الأطراف اللي عليه احنا بنستخدم الجراوند والخمسة فولت وبنستخدم الكونترست اللي هو بتحكم في شدة الإضاءة بتاعتها وبنستخدم الرس أو الريجيستر سيليكت وبنستخدم الريد رايت والإنيبل وبعدين بنبدأ نستخدم الأطراف الداتا اللي هي بقى بتنقل داتا من الأردوين وبنستقبل داتا من الأردوينو داتا بين سفن ستة خمسة أربعة هما دول بس اللي بنستخدمهم لكن من صفر حد ثلاتة مش بنستخدمهم وكمان الشاشة اللي هي الالي سي دي بيكون فيها اتنين طرف علشان خاطر فيها لد مضيق الكاسود بيتصل بالأرض والأنود بيتصل بالكهرباء من خلال مقاومة اللي هي المتين وسبعين أوم زي ما تعودنا في شغلنا مع أي لد من اللدات في المحاضرة اللي فاتت فكرة عمل الألتراسونيك الألتراسونيك فيه حاجة زي السماعة كده بتصدر صوت أو حاجة زي المايك بيصدر صوت وحاجة زي السماعة طبعا السماعة هنا بتاعته اللي هي التريجر التي هي اللي بتطلع الموجة الصوتية وهنا الإيكو الريسيفر هو ده زيه زي المايك بالزبط اللي بيستخبر الصوت وبيبتدي يحوله لإشارة ديجيتال ويدخلها للأردوينو الفكرة بتاعته هي كده بالزبط زي ما موجودة في الرسمة الموضحة قدامنا الصوت بيخرج الموجة الصوتية الفوق سماعية بتخرج أول ما بتصطدم أو بترتطم بأي أبجيكت كائن أو جسم بتبدأ ترتد مرة تانية بيستقبلها الإيكو كلمة إيكو معناها صدى الصوت وكلمة تريجر معناها القداحة أو الزيناد القداحة هي تليها الولاعة والزيناد اللي هو الزيناد بتاع المسدس هو يعني المقصد بيها إن هي المسؤولة عن إطلاق الموجة فوق الصوتية فدي السماعة اللي بتطلع الموجة فوق الصوتية ولما ترتد هنا بيقابلها الإيكو اللي هو صدى الصوت وعبا عن مايك بيستقبل الموجة المرتدة وبيدخلها للأردوينو طيب ده شكل التركيبة بتاعت الجهاز بتاعتنا على الأرض الواقع الالي سي دي الأردوينو المقاومة البوتنشيومتر الخمسة كيلو الأولترا سونيك البريد بورد ودي المسطرة اللي احنا هنقيس عليها المسافة بتاعتنا بالزبط تعالوا ندخل مع بعض على التين كاركاد علشان خطونا نجرب بقى نفهم الأول مع بعض يعني إيه أولترا سونيك ويعني إيه إللي سي دي ونشوف الفكرة بتاعتها بتتعامل إزاي كل واحد منهم لوحده وبعدين نبدأ بقى نشرح بالتفصيل إحنا هنضمهم على بعض إزاي في المرحلة الأولى هشتغل على الأولترا سونيك أيوة ظهر عندي أهو أسحبه هنا كده وكمان هجيب له بريد بورد ظهرت البريد بورد تمام وأنا محتاج بوردة الأردوينو أعمل عنها سرشة تظهر معي على طول تمام نبدأ كده نكبر الصورة عندنا عشان نبص عليها بالتفصيل ده حساس الأولترا سونيك زي ما هموجود في الواقع بالظبط ال VCC بيتوصل بالخمسة فولت والجي إني دي بتاعته بتتوصل بالأرض والجي إني دي بتاعته بتتوصل بالأرضي وعندي التريجر اللي هو مصدر خروج الإشارة الصوتية أو الفوق السامعية ده مثلا هنوصله مع البن رقم 11 ونديله كده للكابل بتاعه لون مختلف تركواز مثلا وعندي الإيكو ده بقى اللي هو صد الصوت وده هنوصله مع البن رقم 10 اهو كده واحد منهم هيخرج صوت اللي هو عليه حرف T والتاني الريسيفر اللي عليه حرف R اللي هو جنب الإيكو هو اللي هيستقبل الموجة الصوتية لما ترتد منه على الأبجيكت اللي قابلته طبعا هنبدأ بقى نوصل الكهرباء بتاعتنا إلى البريد بورد هياخد كده من الخمسة فولت بتاعت الأردوينو واسحب واطلع كده وهبأ اشغل البريد بورد تمام وبعدين هياخد الجي ان دي خدنا كده الجي ان دي وصلناها للبريد بورد وخدنا الخمسة فولت وصلناها على البريد بورد فاصبح الريلز اللي هنا شغالة وبتستقبل طبعا كده بتغزي الأورتراسونيك نفسه وعطط له الجيني دي وعطط له الخمسة فولت هنبدأ نكتب الكود بتاعنا زي ما احنا متعودين هنا كده تيكست كونتينيو همسح الكلام كله ده ايه للمفروض انه انا اعمله المفروض انه انا هعمل تعريف تريجر بين هسميه تريج بما انه تريجر بين ده هيخرج موجة صوتية فده نخلي بالنا ان احنا هنيجي بعد كده نثبطه على انه انتبوت على انه اوتبوت والتريجر بين زي ما احنا وصلناه وصلناه على البن رقم 11 وبعدين هعمل تعريف تاني للايكو بين واعرفناه وصلناه على البن رقم 10 علشان خاطر اخسب المسافة احنا عارفين ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن فهنحسب هنا المسافة بتاعتنا بتساوي السرعة مضروبة في الزمن ومقسومة على اتنين لانها في مسافة زهاب وبعدين لما بترتدي بتبقى مسافة اياب فالفترة الزمنية كلها المستغرقة من اول ما بيخرج الاشارة الصوتية او الموجة للفوق سامعية من التريجر من الايكو او من التريجر قصدي وبعدين ترتدي للايكو لازم اقسمها على اتنين علشان خاطر اطلع المسافة بالزبط لانها طبعا كانت زهاب واياب فهنعمل حاجة اسمها اللي هو زمن الصفر وده هيكون انتجر اختار الكلمة وهديله قيمة استهلالية بصفر وبعدين اللي هي المسافة هخليها لانها ممكن تحمل ارقام فيها كسور يعني ستة وسبعة من عشرة متر مثلا مية وخمساشر سنتي وهكذا فهتلاقي ان في عندي مثلا مية وعشرة واثنين من عشرة هيكون فيها ارقام فيها كسور فبالتالي يفضل انها تكون وبعدين هسميه دستنس ده متغير اسمه دستنس وهديله قيمة استهلالية بصفر وهنشوف هنحسبها ازاي هدخل بعد كده على اللي احنا قلنا عليها اول مكون من المكونات الهامة للاسكتش بتاع الاردوينو البن مود نمط البن ودي حاجة لازم نعملها التريج بن التريجر بن ده هيكون قاوة بوت لانه هيخرج موجة فوق صوتية طالما هيخرج هيبقى قاوة بوت وعندي بن مود الايكو بن هيكون ان بوت لانه هيستقبل الموجة المرتدة هيستقبلها ويدخلها للاردوينو وبعدين هنا بقى اشتغل على شاشة سيريال منوتر بتاعة الاردوينو نفسها هقول له سيريال بجن وهديله بودريد 9600 وبعدين هبدأ اقفل طبعا مش مهم بنكتب بسرعة وبرحتنا خالص بنجي نعمل بعد كده اختبار للكود اي اخطاء بتظهر بتظهر معانا وبنقدر نتخلص منها ده السيريال بجن بعد كده هدخل على الفويد اول حاجة عاملها في الفويد لوب هو اني انا اقدر احسب الرافل تايم اللي هو زمن الصفر زمن الصفر ده هيجي امتى بقى اولا اولا لازم يخلي التريجر صامت زي ما احنا عارفين ان البنات بتاعة الاردوينو ما بتكونش الحالة بتاعتها سابتة لو وهاي لا ده احنا لازم نتعامل معاها بالاسلوب اللي يخليها في الحالة اللي احنا عايزينها لما كنا بنشتغل مع البوت اللي هو البوت بوشون البوش بوتون اللي هو البريس كنا بنوصله مقاومة اما بول اوب ريزيستور او بول داون ريزيستور بحيث انها كانت بتعمل كمقاومة خفضة ومقاومة رفع بتثبت حالة البن بتاع الاردوينو على حالة معينة اما هاي لو انا عايز هاي بوصله البول اوب ريزيستور اللي هي مرتبطة مع الخمسة فولت ولو انا عايز يكون على اللو بوصله البول داون ريزيستور العشرة كيلو مرتبطة مع الجراوند هنا هنعمل ايه هنا هكتب على طول ديجيتال رايت خليه لو لازم يكون صامت هتديله صامت لمدة نخلي بالنا بقى المراضي ان الدلاي المراضي او التأخير مش هيكون بالثانية زي ما كنا متعودين لا ده المراضي هيكون دلاي بالمايكرو سكند لان الموجات فوق الصامعية ديت سريعة جدا فلازم نحتعامل معها بالحسابات دي مايكرو سكندس لازم تتكتب كده كل الكلمة دي لاي مايكرو سكندس كلها سمول ما عادة حرف الام اللي في بداية كلمة مايكرو سكندس وافتح قوس وديله اتنين اه اتنين مايكرو سكند وبعدين هقوله ديجيتال رايت الديجيتال رايت هقوله ان التريج بين هيبقى هاي اتش اي جي اتش لقد ايه برضو بالمايكرو سكندس مايكرو سكندس وهيبديله فترة تأخير زمني عشرة مايكرو سكند وبعدين هقوله ديجيتال رايت ديجيتال رايت التريج بين هيكون لو واحدة واحدة بقى اول ما دخلنا على الفويد لوب بدأنا نعمل ايه بدأنا انا بوضح كده الكود معي على الاخرى هوت هطلع اشاره على التريج بين هقوله انت ديجيتال رايت بتاعتك لو سفر وتستمر على الحالة دي لمدة اثنين مايكرو سكند وبعديها تبقى هاي يعني ايه هاي يعني اتخرج الاشارة فوق السمعية بتاعتك تمام وبعدين هتستمر لمدة عشرة مايكرو سكند وبعدين ترجع لحالة الصمت مرة تانية بعد ما هيرجع التريجر لحالة الصمت الوقت ده بقى احنا لازم نحسب زمن الصفر بقى اللي احنا سمناه فوق تي ار في تايم هنا هيساوي احسيبه ازاي هستخدم الامر البالس ان البالس ان كله سمول معادة حرف الاي هو الكابتل حرف الاي قبل حرف الان هو ده بس الكابتل البالس ان هيشتغل عليه البالس ان هيقرأ حالتي بقى دلوقتي ايوة هيقرأ حالة الايكوبين اللي هو شغال هاي المتغير اللي احنا كنا نسمينه ترافل تايم تي ار في تايم وكنا مدين له قيمة استهلالية بسفر هنبدأ هنا نحسب القيمة بتاعته اللي هو على اساسها بقى هيتم استخدامه في المعادلة فاحنا عايزين نحسب زمن السفر اللي هو الزمن من اول الموجة ما طلعت لما كانت تريجر في الحالة هاي لحد ما ارتدت على الايكو واستقبلها وهو في الحالة هاي هو ده اسمه التريفر الترافل تايم ده اللي احنا عايزين نحسبه طيب بعد ما نحسبه بعد ما نحسبه هنحسب بقى المسافة الديستنس اللي احنا اعلننا عنها ان هي فلوت فوق ديستنس هتساوي كام؟ احنا عارفين ان سرعة الصوت بتساوي تلتمية واربعين متر في الثانية لما نيجي نشتغل بالمايكرو ساكند هتبقى سرعة الصوت بتساوي أو بوينت أو ثلاثة أربعة يعني أربعة وثلاثين من ألف لما نكون بنشتغل بالمايكرو ساكند وهضربها فيه الترافل تايم تي ار في تي اي ايم اي زي ما احنا مختارينها وعارفينها يبقى الترافل تايم زمن السفر اللي قدرت البولس ان تجيبه من على الايكو علشان تحسب بقى الفرق ما بين اول مكان التريجر هاي وبعدين طلعت العشارة منه الحاد الايكو ما استقبلها اتخزنت القيمة بتاعتها في الترافل تايم زي ما احنا عارفين ان المسافة هنا بتساوي السرعة في الزمن فطبعا لان احنا عندنا السرعة اتنين هي ايه الزهاب والاياب فهنا طبعا لازم اقسم على اتنين عشان المعادلة بتاعتها تطلع مظبوطة طب وبعدين هاجي هقول بقى سيريال دوت برينت هقول كده ايه مثلا ديستنس رولر يعني ايه يعني مصطرة المسافات بتاعتنا او مصطرة القياس هيا طبع الكلام ده وبعد كده السيريال برضو سيريال برينت هتكتب المسافة نقطتين اسيب مسافة واقفل لها كده الاقواص وانتر وبعدين سيريال دوت برينت هتعرض ايه بقى هتعرض المتغير ديستنس بعد ما تحط القيمة بتاعته هتعمل تاني سيريال دوت لن لن هنا بقى دي معناها لما تكتب اللي انا قلتلك عليه انزليلي سطر لكن هنا كل دول هيتكتبوا جنب بعض بسطر واحد كل دول في سطر واحد ورزالك دي انا لازم احط لها لن وكمال انا هنقلها من هنا خالص هخليها تطلع في الجزء الخاص بالستطب عشان تبقى سابتة معانا على طول هنا لن عايز احسبها بقى اكتباله بالسانتي يبقى كده ايه مسافة سي ام وهقفل هالو كده وهديله نسبة تأخير زمني عادي بقى بتاعنا اللي هو الثانية الواحدة للالف ميلي ساكند وهقفل كده ونجرب البرنامج بتاعنا صحة ولا في مشاكل كده البرنامج ما فيهوش مشاكل هنقفل كده ونقفل دي كمان ونبتدي نصغر شاشة بتاعتنا شوية وهضغط هنا كده واتحرك اشغل كده الجزء بتاع الكود افتح على السيريال منوتر اه تمام هنا بيقول ديستنس رولر جايبه لك الدستنس بتاعتك مية واحد وتسعين واثنين وستين من مية فطبعا انا هجيب التجربة بتاعت كده وعلى جنب ونخلي بالنا من الكراءة هنا كده اهو انا هقرب الابجيكت بدأ يرى تمانية وسبعين وتلاتة وستين من مية سنتي اه تلاتة وستين من مية سنتي تمام طبعا انا بعدت الابجيكت عنه هيبدأ متين وسبعة واثنين من عشرة الالتراسونيك على فكرة الدقة بتاعته بتبدأ من اول اتنين سنتيمتر لحد اربعة متر يعني بيشتغل صح في المسافة من اتنين سنتي لحد اربعة متر كده التجربة بتاعتنا والمعادلة بتاعتنا اه اشتغلت بشكل سليم ما فيهاش اي مشاكل خالص كده احنا عرضنا النتيجة بتاعت الالتراسونيك والشغل بتاعه على شاشة السيريال طيب تعالوا بقى ندرس الالي سي دي نذاكر الالي سي دي مع بعض هنا هعمل ستوب للسيميوليشن هقفل الكود وهبدأ هنا بقى اجيب الالي سي دي اهي الالي سي دي ستاشر في اتنين واه احنا عندنا البريد بورد تمام عايز بقى البوت البوتنشيومتر كوي كمان ايه تاني عايزين اهي ادي الريزيستر بتاعتنا دي هتكون متين وسبعين قوم متين وسبعين قوم متين وسبعين قوم البوتنشيومتر هتكون خمسة كيلو كفاية قوي خمسة كيلو قوم تعالوا بقى ندرس الموضوع ده كده مع بعض نبص كده على شاشة الالي سي دي دي شكل شاشة الالي سي دي يعني ستاشر في اتنين احنا بنسميها كده اللي سي دي ستاشر في اتنين ليه ستاشر في اتنين حتى هنا البرنامج معرفها ستاشر في اتنين اللي سي دي عبارة عن صفين فوق بعض وكل صف منهم ستاشر عمود هنشوف لما انشغلها دلوقتي هتبقى عاملة ازاي كل عمود منهم ليه رقم وكل صف ليه رقم الصف الاول من فوق بياخد الرقم صفر والصف التالي من تحت ده بياخد الرقم واحد يبقى اللي فوق صفر ولتحت واحد والستاشر عمود لما بنبتدي نسميهم ببدأ من على الشمال صفر واحد اتنين تلاتة اربعة حد خمستاشر يعني ستاشر عمود بيبتدوا من الترقيب رقم صفر واحد رقم كام خمستاشر عشان ده هنحتاجه قوي واحنا بنشتغل على البرنامج هنبدأ بقى نفك التجربة بتاعتنا نوصلها كده ايه نشيل البريد بورد دي خالص من هنا لان احنا هنحتاج واحدة اكبر منها هنحتاج واحدة اكبر منها هنعمل كده بريد بورد اه جتلي كبيرة اه عالي تمام ظهرت معايا هبدأ احط الايه الالي سي دي كده تمام هي كده وصلة معاهم وبعدين هجيب البوتانشيومتر هخليها في مكان بعيد شوية كده عن الوصلات بتاعت الالي سي دي تمام اوي وهجيب المقاومة المئتين وسبعين هربطها هنا مع الكهربة ممكن ارفع لها الالي سي دي كده سنة مشكلة هم كلهم كده في مكان واحد تمام وبعدين هبدأ ارسم خط اسود ما بين الكاسود وما بين الارضي بتاع البريد بورد جميل وعندي هنا على الالي سي دي ناخد بالنا من هنا ان هي هنا بدأ بالجي ان دي ربطناها مع الارضي وهنا بتعتمد على الفي سي سي هغير لونه وخير لونه احمر خمسة فولت وبعدين الفي زيرو الفي زيرو دي كنترست بتاع الالي سي دي نفسها الكنترست بتاعت الالي سي دي نفسها تمام هو كده توصل معها وهتديره اللون المختلف خليه مثلا ده الحمسة بتاعة ال LCD نفسها عندي الوصلات التانية هلاقي هنا خلاص ال VZ وصلناها ال RW دي هتاخد RD نغيرها لها ونخليها كده تمام ال Enable هيدخل على ال Arduino والRS هيدخل على ال Arduino من D ال Arduino فهنبدأ بقى نعمل التوصيلات بتاعتهم مع بوردة ال Arduino دلوقتي ممكن نوصل كمان البيتونشيومتر هجيبها هنا كده واسحب لها من الارض والتانية هجيب لها لون احمر اسحبها هنا كده سنة واسحب لها من الكهرباء بس والطرف طبعا اللي موجود في المنتصف هو الواصل مع الجزء الخاص بال Contrast بتاع LCD طيب ال RS هوصله على البن رقم 12 في ال Arduino هجيب له البلودة كده ده ال RS اهو تمام كده وصلناه على البن رقم 12 وكمان عندي ال Enable هوصله على البن رقم 11 هديه لون بنفسيجي مثلا ده ال Enable اه ال Enable اللي بيمكن واحدة ال LCD من انها تشتغل هيوصل عندي على البن رقم 11 وبعد كده هنبدأ بقى ندي ال Power من خلال قادي الخمسة فولت وهيخالي لونها احمر جميل وبعدين هجيب ال Ground بسحاب له كده من ال Ground بتاعنا اللي هنا تمام كده الوصلة بتاعتها زبطت تمام هنرجع بعدين ناخد اتصال من هنا كده من ال S وده وناخد اتصال من الأحمر هنغير بقى الاتجاهات عندنا هنا لان اللي فوق عندنا هنا كان الاسود هنبدأ نغير الاتجاهات نسحب ده كده فوق وننزل بده كده للأسفل ونسحب ده برضه للأعلى وننزل بديه للأسفل تمام قوي وبعدين نفس الموضوع نخرج ده كده الفوق وده نفس الموضوع زيه تمام كده كل الاتصالات بتاعتنا اصبحت سليمة كلها وصلة هنبدأ بقى نجرب ال LCD نفسها نشوف احنا بنشغلها ازاي هنا فيها عندي الوصلات من D7 لحد D4 برضو احنا محتاجين نربطها مع الأردوين وD4 هجب لها لون أصفر ودي خمسة أورنج ودي ستة تركواز فاضلنا D7 نجبها لها ايه شنوش كلا بحيس ان الشاشة بتاعتنا ال LCD تكون خادت كل الاتصالات بتاعتها الكهرباء والرجستر سليكت والكنتراست وكل حاجة كده كل الاتصالات تمام ركبت في مكانها فيش اي مشاكل خالص الحداشر والاتناشر شغاليين تمام قوي هنبدأ بقى نجرب نكتب الكود بتاعها ونشوف ايه المكونات بتاعتنا طبعا أنا المرة دي مش هوصل معها الألتراسونيك هسيبه دلوقت لحد ما نشغالها هي الأول وبعد كده نبقى نرجع نشوف الألتراسونيك بتاعنا بيشتغل ازاي هرجع هنا للكود هقول طبعا علشان خاطر الالتراسونيك تشتغل معايا صح في حاجة اسمها المكتبات لازم نعرفها المكتبات ديت عبارة عن باكيج جواها مجموعة من الأوامر المطورين اللي عملوا الالتراسونيك على سبيل المثال عملوا لها مكتبة اسمها دي لازم اضيفها جوه بردمج الأردوين وعلشان خاطر الأردوين لما تتحمله الأكواد يقدر يتعرف عليها فهنعمل ايه هنشيل الكود ده كله كده وهقوله هاش انكلود كلمة انكلود بمعناها تضمين انكلود هفتح علامة أقل من وهقوله كريستال كريستال الكلمة كلها فيما عادة أول حرف L وحرف C اللي في كلمة كريستال وبعدين ضغط H تمام كده الليكويد كريستال بعد الليكويد كريستال هعمل إعلان عن مجموعة من المتغيرات اللي هم ايه بقى المتغيرات بتاعتنا اللي هنعمل عنها إعلان الرس والإنيبل والداتا بين من أول دي فور لحد دي سيفن هقوله كده كونست نت كلمة كونست باستخدمها لأن العدل الصحيح ده هيكون ثابت ما بيتعملش عليه عاي عمليات حسابية كونست النيت الار اس هيساوي احنا موصلينه عندنا على رقم 12 وتاني كونست النت الانابل اي ان احنا موصلينه على 11 وبعدين برضو كونست تجر هنقوله ان الدي فور واصد على رقم 4 البن رقم 4 ناخدها كوبي كده دي 5 واصد على البن رقم 5 وبعدين البن رقم 6 واخد ادي رقم 6 الداة بتاعة السيريال بتاعة الLCD رقم 6 والدي 7 واخد البن رقم 7 تمام وبعدين جوة المكتبة اللي اسمها liquid crystal هننشئ الكائن بتاعنا بقى اللي اسمه الLCD هقوله كده liquid crystal وهسيب مسافة كده بقوله جوة المكتبة دي اعمل لي كائن اسمه LCD ايه مواصفات الكائن ده هيكون لي ر اس كما اي ان اللي هي انابل كما دي 4 وبعدين دي 5 دي 4 ودي 5 وبعدين دي 6 وبعدين دي 7 واقفل ودي لي سيمي كولون طيب يبقى بعد ما اعملنا الكنست اعلننا عن المتغيرات بتاعتنا اللي هي بقى الار اس والانابل والاربع بنات الداتا اللي موجودين على الLCD الاربع بنات بتاع الداتا اللي موجودين على الLCD والبنات اللي هيكونوا متوصلين بيهم مع الاردوينو هارجع بقى جوه المكتبة اللي اسمها liquid crystal اللي انا لسه عام عنها هنا liquid والمواصفات بتاعته هو انه الار اس اللي احنا لسه عاملنا اعلن عنه الانابل اللي هو بتاعت التمكين وبعدين الاربع بنات بتوع بتوع الداتا الاربع بنات بتوع الداتا وبعدين هدخل على void setup علشان بقى اشغل شاشة الLCD هقوله كده فكرين وده بودريد 9600 وبين قصين بقى هتديل المواصفات بتاعاتها عامود وصفين ودي بتكون مخزنة جوه المكتبة الحاجات بتبقى معروفة جواها تم بفل void set up كويس بقى عايزة هنقفل void set up void void loop عايزين نعمل ايه في void loop عايزين نخلي مثلا انا شاشت كريستالة بتاعتها شاشة الكريستال اللي هي ال 16 في 2 دوت بعدنا مثلا كلمة hello word set يبقى احنا دوت set cursor حاجة كلمة دي يعني الكيرسور اللي هو المؤشر بتاع الكتابة وست كيرسور معناها ايه ضع مؤشر الكتابة في المكان اللي انا هقول لك عليه فين بقى هنبدأ من اول صف اكده احنا ده كده اول عمود اللي هو 0 في الصف الاول طيب لو انا شدت الصفر ده وحطت واحد يبقى اول عمود في الصف الثاني زي ما قلنا هي بتتصنف من فوق 0 1 يعني الصف اللي على واخد رقم 0 والصف اللي في الاسفر واخد رقم 1 فكده انا هقول انا انا اكتب تمام وبعدين هنسل هكده ونشوف الكود بتاعنا مظبوط اللي مش مظبوط يقول لي سوري حرف دي ايوة هنا مكتوب بحرف الار مش بحرف تي البرنامج انه يكون بيصح هنا بيقول لي بقى ستاشر واتنين هنا بيقول لي بقى ايرور ليكود كريستال ما طيب اه ده هنا مفروض حرف واي مش حرف يو كده السيميوليشن اشتغل خلوا بالكم هي كده ايه منورة كده نورت يعني انا لو عملت ستوب سيميوليشن كده طفت كده نورت هحرك انا ده ايوه ده الكنتراست بتاعها اول ما زبط الكنتراست بدأت تظهر معي على شاشة هي كلمة وبدأ منين بدأ من اول صف واول عمود اول صف اللي هو الزيرو واول عمود كده اللي هو الزيرو ايضا لما ظهرت خلوا بالكم اهوت دي كده اسمها الاعمدة ده كده عمود 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 دي كده اسمها اعمدة وبتعد من صفر وما ستتاشر واحد دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست بس بتبتدي العد من رقم صفر يبقى من صفر لحد خمستاشر وفوق نفس الحال فرقم احنا لما بنحط لها بين القصين عشان نعمل اول رقم بيكون رقم العمود والتاني رقم رقم الصف فانا كده قلت لها ايه هلو وورلد كده شفنا الكيفية اللي شاشة الالي سي دي بتشتغل الالتراسونيك وما بين الكود بتاع الالتراسونيك هعمل هاش ديفاين ل زي ما كنا شغالين واحنا كنا مديه له رقم طبعا هناك بقى كان رقم 11 و 10 للمرة هنخليه 10 و 9 بقى عشان خاطر الالي سي دي احتلت حاجات معنا وبعدين هعمل تاني ديفاين وبعدين هقول الايكو بن وهديله رقم 9 واحنا كنا عاملين متغير اسمه travel time وكنا مديله قيمة استهلالية بصفر وكنا عاملين متغير من النوع فلوت وكان اسمه distance distance وكنا مديله قيمة استهلالية بصفر وبعدين هنا بقى في void loop برضو مش هتبقى lcd بس في void setup قصدي مش هتبقى lcd بيجينه بس لا ده انا هيكون عندي كمان bin 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 ب琴 وكمان ده bin mode triger bin هيكون او bin وها هيكون عندي ال echo bin هيكون input لانه ولا يستقبل الاشتراكة اللي جايه من الخارج كده الاتنين تم الاعلان عنهم مفيش اي حاجة تانية بالنسبة لنا هنا طبعا بقى loop هنا لأ هنستنى بقى دلوقتي لأنه هنبدأ نعمل المعادلة بتاعتنا وكنا بنقول إن كان بيبقى في الحالة له وكنا بنديله وكنا بنديله وكنا بنديله وكنا بنديله اتنين بس وبعدين هاخدهم هم وهم تاني كوبي بس بدل ما كان له هيبقى هاي ودي بدل ما كانت اتنين هتبقى عشرة هيبقى شغال مطلع اشارة ويستمر في رسالة الموجة الصوتية او الفوق الصوتية لمدة عشرة مايكرو ساكندس وبعد كده هنحوله للحالة له وهنا يبقى صمت صمت تامي مايكلمش تنفتح شبقه كلمة تانية هنرجع بعد كده نحسب قلنا إن احنا هنستخدم معاه الامر pulse in كلها small ما عاد حرف الاي هو اللي كابتل وهو الليها الايكو في حالة ما بيكون شغال اتش اي جي اتش قريلي بقى الاشارة بتاعتك عرفيلي زمن الصفر وبعدين هحسب ال distance اللي هي المسافة هجيبها منين هجيبها من المعادلة قلنا هضرب زمن الصفر travel time في 0.034 اللي هي 34 من 1000 اللي هي سرعة الصوت بالmicro seconds وبعدين هقسمها على اتنين لأنها زمن الزهاب والعودة زمن الزهاب والعودة تمام وبعدين الاول كنا بنشتغل السيريال دلوقتي بقى هقول له LCD set cursor هنا كان عندنا serial begin كده بدأناها هقول له set cursor 0.0 طب كويس وبعد كده مش هتكتب لي بقى هاللو وورل لا وحط لي نجمة كده وقل لي distance roller دي مصطرة المسافات distance roller طب تعالوا كده نعد النجمة اول واحدة هتكتب بيبقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية والمسافة واحدة برضو تسعة عشر احداشر اتنشر تلاتاشر اربعتاشر كويس قوي لسه عندنا عمود كمان ما ايه ما اشتغلناش عليه ده LCD dot print كويس تبقى انا عايز اقول له بقى اكتب لي على السطر التاني هقول له LCD dot set يعني اعداد cursor وبرضو خلوا بالكم انه الكيرسور هنا بتتكتب بحرف سي كابتل set cursor عايز اقول له بقى انا عايز اشتغل على السطر التاني ببدءا من العمود الاول العمود الاول واخد الرقم صفر والسطر التاني بياخد الرقم واحد lcd dot print هتطبع ايه هقول له اطبع لي كلمة مختصرة كده اسمها ايه اختصار كلمة distant يبقى مثلا ايه dst مثلا يا distance وبعدين حط جنبيها colon كده وديها مسافة وبعدين حط الايه الcutition طبعا الcutition ده مش هيزهر على السيريال اللي اعنا بنحطه عشان يفهم ان ده ايه ان ده نص تعالوا كده نعد 01234 يبقى ببدءا بقى من رقم خمسة من رقم خمسة من العمود رقم خمسة في الصف التاني هبدأ اطبع القيمة بتاعت المسافة نفسها يبقى هقول له lcd dot set cursor set cursor هقول له انا عايز العمود رقم خمسة في الصف رقم واحد تماما اللي المؤشر المنطقة دي طب وبعدين lcd dot print تعمل يبقى هتطبع قيمة distance نفسها هتطبع قيمة distance قيمة distance المتغير distance اللي هي القيمة اللي هتطلع من المعادلة هنا تبدأ تطبع هالي تمام طب وبعدين هقول له برضو عمل لي lcd set cursor set cursor لو افترضنا على سبيل المثال ان المسافة اللي طلعت دي ان القراءة اللي طلعت مثلا 100.01 يا دي المية ثلاثة ارقام والفصلة هتاخد رقم دي كده ربعة ويزروا واحدين يبقى ستة ما احنا عندنا ستة اعمدة طب انا بدأت من هنا كده رقم خمسة يبقى خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام يبقى الحد العمود رقم عشرة ممكن نبدأ من حداشر عشان خاطر ادي له كلمة سنتي بقى مثلا من حداشر في الصف رقم واحد العمود رقم حداشر في الصف رقم واحد وهتعمل هي تعمل lcd.print وهتحط لي كلمة سنتي سمي كولن نقفل لك الاقواص بتاعتك ونرجع كده نوصل التوصيلة بتاعتنا بتاعت الالترسونيك هو عنده هنا gnd هنجيب له لون اسود ونيجي هنا على الجين دي بتاعته نديها للجين دي هنا وبعدين الpower هجيب له لون احمر ووصله كده وبعدين عندي قلنا التريجر بتاعنا التريجر بتاعنا كان على عشرة والايكو كان على تسعة هنجيب لون بوني مثلا للإيكو ونسحبه كده لحد البن رقم تسعة تمام وبعدين هجيب اللون الأصفر وهسحب من التريجر وهسحب من التريجر لحد البن رقم عشرة كده التوصيلات بتاعتنا بتاعت الالترسونيك خلصت نرجع كده نبصلنا بصة كده على الكود بتاعنا نشوف هل فعلا كانوا كده بالضبط بلقى التريجر على عشرة والايكو على تسعة زي الفول نجرب كده احنا كتبين الكود صحة ولا غلط اما نشوف هنا طلع في مشكلة قال لي ايه بقى قال لي ان اه في حاجة قبليها اه في قوس قبل السيمي كولون فين اه علشان خاطر دي مفروض ان هي ما بتاخدش سيمي كولون تمام نجرب بيقول لي ان هو انا كتبها ايكو بس اه ايكو بين نجرب يا سلام كده اشتغلت يا سلام واده الشاشة بتاعتنا اشتغلت مية في المية ادي دي اس تي وهنا قاري مية تسعة واربعين اه سانتي بوينت اربعة وثمانين سانتي يعني مية تسعة واربعين بوينت اربعة وثمانين سانتي بدأ لي من كلمة ديستنس رولر ديستنت رولر وبدأ ايه يحسب الكراءة بتاعتها طب انا ممكن اخلي ديست دي هتيجي شوية رحل كل واحد منهم خطوة كده للناحية التانية اه ممكن نجرب نشوف مثلا انا كنت بادئ هنا مع ديستنت بكام علشان ايه اكتب لي ديستيكو لا انا هنا هقول له واحد بوينت واحد وديها خليها ستة وديها خليها اتناشر واقول له تفضل ايه اللي حصل رحل دي شوية ناحية اليمين وكلهم رحلوا ناحية اليمين طيب عايزين بقى نجرب ايه الاستجابة بتاعت الالتراسونيك هعمل كده اه ارهالي وعرضهالي على الشاشة اربعة وثمانين تمام ودي المسافة بتاعته بالتقريبة هي سنتيمتر طب بسعت كده الابجكت بايد عنه ميتين وتسعة طب جبتها هنا شوية كده بكده نكون وضحنا اهمية استخدام الالتراسونيك واضح دور التنك اركاد معانا وفر لنا كل الادوات بتاعتنا بشكل بشكل تخيولي كان واضح جدا وبسيط جدا وشرحه ما فيهش اي مشكلة شفنا البتونشيومتر النهارده كمقاومة متغيرة وقدرنا نستخدامها شفته لما بغير كده اللي بيحصل الكونتراستينا بيتفي خالص اهو اهو اما ارجع كده بقى يبدأ يزبط الكونتراستو ده فعلا بيحصل على ارض الواقع واحنا بنشتغل على الشاشات الحقيقية اللي هي الالي سي دي الستاشر في الاتنين شفنا ازاي بنستخدم الاوامر في ضبط الاوامر الست كيرسور والبرنت دور اثنين من الاوامر من الاوامر بتاعة الليكويد كيرستال واحد منهم الست كيرسور اللي بيحدد المكان اللي هنضع فيه المؤشر والتاني بيحدد بقى الامر اللي هو ما بين الاقواص بتاعته الحاجات اللي موجودة يتم طبعاتها سواء كان متغير زي الديستنس هيتطبع الخيمة بتاعته او كانت نصوص زي الديستنس رولر او الديستي او السنتيمتر وما الى ذلك ممكن بعد ما نوقف السيميوليشن نيجي بقى على الاسم هنا كده ونسميها برضو الالكترونيك underscore roller بس بنسمي الاسم بتاع ايوة اتغير كده الاسم وده هيتحفظ في البرنامج عندنا اول مرجع كده من التين كاركاد هلاقي ان التجربة اللي انا عملتها اتحفظت وظهرت عندي ايوة بتلاقي ايوة هي ظهرت اهيت زيها ما كنت لابجرب الالترسونيك وليس دي لوحديها ظهرت التجربة بتاعتنا بالكامل تعالوا بقى نشوف ده الفيديو ده دي الصورة طبعا بتاعته دي الفيديو بتاعت التجربة على ارض الواقعة شايفين الشاشة دي على ارض الواقعة اهي كل ما بقرب منها الكاميرا وانا بصور اهي بتقالل المسافة ابعد تزود القراءة برضو بنفس الاسلوب وانا كنت مسميها ديستم ديها الارقام بتاعتنا المكان بتاعنا والمقاومة الخمسة كيلو والمقاومة اللي هي كانت بتساعد الليد بتاع الالي سي دي في انه يشتغل والبريد بورد والاردوينو وكانت هنا طبعا المصدر اللي بنقيس عليها وبتطلع القياس تمام بكده هنكون وصلنا لختام المحاضرة بتاعتنا النهاردة نقشنا فيها سنسور الالترا سونيك ونقشنا الالي سي دي الستاشر في اتنين وعرفنا انها ستاشر في اتنين ليه لانه جوها ستاشر عمود على صفين وعرفنا انه الصف الاعلى بيبدأ اسمه زيرو والصف الاسفل اسمه واحد وبنبدأ ترقيم الاعمدة من اليسار الى اليمين بتبدأ بالرقم زيرو وتنتهي لك بالرقم خمسة سواء في الصف العلوي او في الصف السفلي استخدمنا الاوامر لشان نحدد مكان وضع المؤشر اللي هيبتد الكتابة منه واستخدمنا الامر LCD دوت برينت عشان خاطر نطبع اللي احنا عايزين نطبعه سواء كانت نصوص او كانت محتويات او قيمة موجودة في متغير استخدمنا شاشة السيريال مونيتور في ان احنا نعرض القراءة بتاعة الالتراسونيك واستخدمنا ايضا الالي سي دي في عرض قيمة القراءة بتاعة الالتراسونيك واستخدمنا البتونشيومتر وتعرفنا عليها النهاردة ازاي المقاومة المتغيرة بتتحكم في الالتراسونيك بتاعة الالي سي دي وجربنا الالتراسونيك فهمنا فكرة العمل بتاعته وازاي عنده التريجر بيطلق موجة فوق سماعية او فوق صوتية احنا ما نقدرش نسمعها تردوداتها اعلى كتير جدا من تردودات الصوتية لما نقدر نسمعها وشفنا ازاي ان هو لما بيرتد الموجة الصوتية وبترجع بيستقبلها الايكو كمايك زي زي المايك بالزبط وبعد كده بيبتدي يدخلها للاردوينو وشفنا ازاي استخدمنا الامر واستخدمنا معاه ده طبعا كان المتغير واستخدمنا معاه الامر وقدرنا من خلال نجيب الزمن الاستغرقية الموجة من خلال لما سقطت على وبعد كده دخلناها في المعادلة اللي هي بيساوي 34 من 1000 اللي هي سرعة الصوت بالنسبة في القيمة المحسوبة جوه واسمناها على اثنين لانها للزهاب والقياب وبعد كده بدأنا نعرض القيمة بتاعتها سواء كانت على LCD 16 في 2 او على سيرييل مونيتور بتمنى المحاضرة تكون مفيدة بالنسبة لكم نكون فهمنا شيء ولو البسيط عن ازاي السيارات زيتية القيادة بتقدر تحسب المسافة بتاعتها بنانا عليها تتخذ قرار والروبوتات والغواصات والدرون وما الى ذلك طبعا كمان الدرون ليه اساليب مختلفة كتير في التحليق وتحديد الاماكن الموجودة تحت هي زي استخدام الجي بي اس وما الى ذلك وشفنا شاشة LCD وتعرفنا عليها وفيه انواع تانية من الشاشات حتى LCD العادية اللي احنا اشتغلنا عليها فيه منها نوع تاني اسمه 20 فاربعة 20 عمود فاربعة صفوف وان شاء الله نشتغل عليه برضو في وقت قريب وفيه شاشات بقى اللي هي بتعتمد على التطش والشاشات الملونة بتمنى تكون المحاضرة مفيدة ليكم وبتمنى لكم السعادة وبتمنى لكم التوفير من ربنا وده كله اعداد ان شاء الله للجزء القادم بإذن الله فيما يخص الزكاء الصناعي والروبوتكس واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واعتوب اليك والحمد لله رب العالمين كنت معاكم النهاردة مصدر محمد نحروز اخصائي اجتماعي اول بالتربية والتعليم بتمنى لكم السعادة والاستفادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته